اهلا بكم وحلقة جديدة من بصراحة الحقيقة النهاردة ضيوفنا نجوم ومعانا نجم انا الاول هو نجم في الطرب واصبح نجم في التمثيل واصبح نقول ايه نجم شباك معانا الفنان سعد الصغير معانا ايضا نجم النجوم ونجم الكوميديا اللي بكنا واضحكنا كثيرا فنان طلعت زكريا فنان طلعت زكريا لما قلنا لك ان سعد اضيف معاك ما سألتش ليه واش معانا سعد لا انا عرفت ان يبقى فيه ممثل ومطرب او اتجاين يعني مختلفين فان رأى حط يعني سعد صديق وزميل فعدا شق اسعدني ان انا اكون معاي سعد اه الارادات ابتدأت حقاها في افلامك هل دا يزبط ان انت فعلا يعني اثبتت وجودك على الساحة ولا زي ما ناس كثير قوي بتقول إن الموضوع عشان بيبقى تجاري قوي فبيعمل إرادات في الشباك لا هو فضل ربنا الحمد لله إن القد في آخر ثلاث سنين قالوا إن سعد صغير نجم الكوميديا خلال الثلاث سنين اللي فاتوا فعشان كده ربنا أكرمني والناس طبعا بتسمع النقد نجم الكوميديا يعني أنت عليت عن أحمد حلمي عن فنان عد الإمام عن كل الناس دي لا عشان إرادات أنا فضل ربنا فيلم شارع الهرم جاب إرادة في يوم واحد بس في تاريخ السلمة المصرية أعلى إرادة يعني؟ أعلى إرادة في تاريخ السلمة المصرية كلها ده بشد النقاط وبكل والتذاكر أستاذ تلعط حديثك موافق على الكلام ده إن سعد صغير هو نجم الكوميديا في الثلاث سنين اللي فاتوا وأعلى إرادات أنا موافق على كل الكلام اللي قالوا بس نجم الكوميديا دي بعيدة شوية بعيدة إحنا عندنا نجم الكوميديا واحدة لأستاذ سعد الإمام بشهادة الملايين في الوطن العربي كله يأتي بعديه بقى حلمي وسعده أنا عن نفسي في درجة متأكرة يعني سعد في كتجري بتاع حلمي؟ أنا فيلم الشارع هرم ده بكتر من بوبوس حضرتك أنا بقولها حاكة بس أنا فيلمي جاب إرادات أحسن من سعد الإمام في فيلم بوبوس لأ نفهم يعني إيه في ترابات تسي وترابات تسي وترابات تسي طبعا هو ده السؤال اللي أنا سألكم أيوه في الحاجات تيل هي بتجيب الناس طبعا أنت عملت كده عارق في قصة حي الشعبي عملت ترابات تسي وترابات تسي أنا عملت ترابات تسي في قصة الحي الشعبي فعا وتفاحة كمان برضو عملت ترابات تسي هو لعب مش فيك لعب في الجمهور اللي بيخش الترابات تسي وترابات تسي هو استسي طلعت ما قالش إنه هو أحسن نجم كوميديا موجود على الساحة ولا أنا قلت حضرتك لأ أنت قلت كي النقاط حضرتك اللي قاله النقاط انت قلت نجم الكوميديا لو النقاط قاله كده سوري يبقى ما بيفهموش استسي طلعت هم اللي قاله كده لا اللي كتب عليك نجم كوميديا يبقى بيفهمش ده قال 3 سنين انت نجم في الغنى دي ما نقدرش نختلف عليها وفي السير ما برضو استسي طلعت لا في التمثيل لا التمثيل ده حكاية بعيدة هو استسي طلعت عشان تبقى راحك بادة استسي طلعت واخد من الموقف قصت حش عشان برضو ما متفقين عشان الجموع يعني هو ما بيقولش عليك نجم عشان هو واخد منك موقف قصدك نعتقدش إن كلامك مظبوط يا سعب أنا شايفك استسي طلعت أنا طبعا بحتيو حكا لا أنا هقولك الحقيقة عشان نقف الموضوع ده انت مش نجم كوميديا انت نجم غنى ونجم كمان في ناس بتتعداك يعني في ناس متخطياتك في الغنى زي مين حضرتك؟ لا زي حكيم حكيم يعني أعلى من سعاد صغير طبعا أنا بالنسبالي شعبان عبد الرحيم أعلى من سعاد صغير دول ناس كده بوسطاء والابلتي بتاعهم ظاهرة على الشاشة يعني في مراحل لازم كل واحد مننا يبقى عارف موقعه فين ما لاني حضرتك سعكيم نجم أنا بانا حضرتك لا ده بيوصد سعكيم وستز عبد البسط حمودة دول أعدم مني بس لكن مش حسميني في السعادة لا أعدم ده بيوصد سعادة أعلى كمان أنا معرفش عني أبلتي القبول والقدرة لا القبول ده بتاع ربنا ومعدد دول بيقفوا يغنوا من غير ما يرقصوا كلهم بيغنوا من غير ما يرقصوا ده رأي حضرتك أنا أحترم حضرتك أنت بتعتبر نفسك أعلى من قصص طلعت ذكرية؟ في السنتين اللي فات طبعا أعلى من قصص طلعت اللي فاتوا دول حضرت مش معنى السنتين اللي فاتوا عشان أنا يا حضرتك جبت إرادات يعني أترك حق معنا لا دي الإرادات اللي فليقنا بينا ما هي دي حق إرادات السنتين اللي فاتوا دول حضرتك يعني انت عايز تنزل في العيد ونازل عند مصريين مكتئبين وعمل لهم رأس وعمل لهم غنى وعمل لهم موضوع شعبي من الدرجة الأولى مش عايز الفيلم ينجح؟ ماشي يا ستاة الله ما هو ده اللي أبقول لحضرتك طب خلاص يعني ده مش إعجاز المهم إن أنا كنت حضرتك أنا عملت فيلميني السنة اللي فاتوا على حضرتك كسروا مصر ما عليك أفلال إيه الموقف اللي حصل وخلا يبقى فيه خلاف بك آه عايز أسمع أنا الموقف اللي حصل هو إصطلعت أنا بحبه حضرتك وأنا عايزار محكي بقى بتقول زي موقف حصل أنا عايز أسمعه إيه الموقف اللي حصل في الفيل يعني هو شايف إن سحمد سبكي زي بقول كده بلدي مدلعني فطبعا فيه جملة هنا وجملة هنا وسو إصطلعت جملة هنا فاي سات سبكي مثلا أو أي حد سيناريست أو سحمد عبدالله يقولي أقول جملة هنا فهو إصطلعت يعترض ليه خلاص أنا أشتغل بالسيناريو هو جملة وأنا جملة يبقى سيناريو حضرتك فيه ما فيه مثلا على الهواء جيه إصطلعت ما ينفعش راح حضرك عمل مشكلة بسيطة إن ما ينفعش وعشان هو المدلل وهو بن الشركة وهو حصل مشكلة بسيطة كده ونفس المشكلة دي مع أستاذة برضو نكول سابة إن هي بتقول كلام خارج السيناريو وراح ما تخانق معها وعمل مشكلة برضو أنا هو فأنا بابتقل إن هو من ساعتها وحق واخد موقف ما بيني من حق أجاوب انت كذاب ليه يا إصطلعت انت كذاب بقولك عمري دا ما حصل ليه يا حضرتك؟ عمري دا ما حصل أنا بسيب الكلاب تقول في الأفلام بتاعتي يعني أنا كلب يا حضرتك؟ لا مقصودش يعني لو في كلب عايز يقول إفه حلو هسيبه يقوله لأن أنا مع الإفه الحلو دا ما حصلش إصطلعت لا إنت بتكذب ودي مش غلطتك دي غلطت أنا إن أنا جيت في حلقة إنت فيها ومعرفش بقى دي غلطة الإعداد ولا غلطة مادام رهام ولا غلطة مين لأ أنا والله معرفة بفي خلاف أصلا لأ لما يبقى في حد المفروض قاجي في شبه مناظرة بينه وبينه يبقى على مستوية دا هو اتقلبت المناظرة اتقلبت كده لا يبقى على مستوية اللي حصل دا كذب وفترة ويعني إذا كان في فيلم جاب إرادات ورينا شطرتك في الفلام اللي بعد كده لأ حضرتك حصل حضرتك وحضرتك وسه عمال سبكي موجود ممكن تكلموا حضرتك دا اللي حصل بالزبط لا هو أستوى سطلعت بيتكلم في حاجة أن فعلا أنت مش مفروض يا سعد بتتعدى يعني حدودك لأنه هو يعني في الآخر أستوى سطلعت أكيد معلش تسمحيلي يا ريام أسأله سؤال تاني إنت إيه علاقتك بالفن إيه إيه يعني دخلت الفن إزاي بموهبته طبعا أستوى بموهبتك ولا فرق الأفراح وبعدين الحوالم وبعدين تغني ورا رقاصة طب ودا هي باستوى وبعدين ما عرفش إيه وبعدين تطلع تهز وتوز ما رقاصة حضرتك ما أنت جبت مروح حضرتك فحاها وتفحها رقاصة ورا اسمعين أنا ما جبتش حد اللي جبها المنتج أنا ما بجبش حد وردت ليه طيب أنا وانا مال مش دا دورها ما أنت كنت بتروس معها بردراسة دا تبعيب أستوى أهو عايز وانا حاك بتعمل نفس النوعية أنا بعمل نفس النوعية لا يمكن وما بغنيش تلع ما بيعرفش وكلام كده والناس والصراحة راحة مش أنا اللي غنيت هي اللي غنيت ما أنت كنت إبلتنا عليك إنما مش هطلع قول العنب والحمار معليش هطلع غنيت العنب بقصة استلعت غنيت الحمار ليه؟ لا أنا آسف لا أنا بتكلم تلع ما بيعلم أنت ما بتعرفش طيب نغير الموضوع نغير الموضوع نغير الموضوع يعني واضح أن مش هيبقى فيه مواضيع نغير الموضوع والله هو دا مش القصد من الحلقة خالص عشان ما تنرفس وممكن نسيب الستوديو وامش لا ليه بس حريك ما ينفعش لا ما ينفعش لما تجيب لي سعد الصغير هتجيب기에 منه شعبان عبد الرحيم هتجيبه منه حكيم هتجيبه منه عبد الرحيم ميلا وإلا تصغير حكيمmark في عبد الرحيم دول اللي يجوا عدوا قدامي دول اللي يجوا يعدوا قدامي دول الفنانين محترمين دول فنانين محترمين بيقف يغني وهو ثابت على المصر وانا المفروض قعد ما استعاد الإمام حضراتك برضو أنا مش عادشو ما استطلع علي زكريه 구요 استاذ إلى المن المن um mai عرافكش لأ عارفنا حضرتك فيلم ايشار الهرم جاي باردات احسن purpose. اهسن منته. واكلمني حضرتك. اه كلمني. وشكرني. عالفيلم. شكرك ان انت جبت اردات علي منه. مك بركنا علفيلم يا راجل محترم مكلم. ما جابش يا ريكش بشترك انت عليت عني فقول علي. لأنه ما انفعش حدي على عن champ. يعني انت حايز تقعد مع sixty all امامي يعني لو عد امام عارف. ان في جلسة زي ديه هيجي قعد معاك. هيجي preliminary هيجي قعد معاك. يعني مش علحة يلبس. يا ه спокой fame يقعد معاك اللي خلى حضرك اعطى مع رأي استوز عاد الامام مش يقعد معي عايدة عاجة بتاعت ربنا استوز عاد الامام متواضع جدا حضرك يا متعرفوش استوز عاد الامام اكيد طبعا حكبت ايه متواضع جدا لو قلتنو عاد ساعد الزغير عايدة هيجي يقعد عايدة طب ما جبتوش ليه يقعد معاك في القعدة ايه البرنامج افن ايه يعني تكلفته انت عارفتها با استوز عاد الامام بياخد ايه اكيد ولو انا اعرف نقع الراجدة انا طلعتنا معناش فلوس كمان لا انا طلعتنا معناش فلوس كمان لو بيحبك هيجي من غير فلوس لو طيقك هيجي من غير فلوس انا شايف حكي استوز عاد ايه اي اي انا استوز طلعت ايه انا اخذ بي موضوع طب ممكن بس نهدي الجوه عشان هو مش ده الموضوع خالص وانا اصمحك ليه ممكن ارفع حكي في حضرتك لانا احكي استوز انا حاسكت انا قازف ان انا جيت حاسكت يعني دي غلطتي لا 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 طب نروح للفاصل ونرجع مرة تانية استوز صلع الزكرية وفنان سعى الصغير ما عليش انت اتغيرت برضو يعني انا انا قعدت معاك في اللقاء من سنتين ما كنتش كده خالص انت بتقولي للنقاط دلوت احكي بيقولك ايه بيقولك بالرأس وبيعايف حضرتك ما هو انت استفزيته لانك بتقول انا نجم اعلى نجم فتح سنين لك وبقوله حضرتك استتعايش شعبي دراتي بقول ليه انا مفتكروهوش تفيلم كذا كذا وبيعيب في فيلم حضرتك هو كال من نعيش برضو ازاي حضرتك هو بيكلم عن رأيه وتفني وانا بنجد قعد قدامك اسمها كال عيش انا ممثل بمثل واخد فلوس طب فيلم تباق الرئيس ده انا بالنسبال لحضرتك ولا حاجة يعني بالنسبال لانا حاجة بقى عشان ما فيهوش ترابات التى ولا ترابات التى لا ده كان تطبيل للنظام السابق حضرتك تطبيل اه تطبيل للنظام السابق ده حضرتك بقى فيلم تباق الرئيس ده تطبيل تطبيل للرئاسة ساعد انت ما يتعاش انك توقت تقايم لرئاسة لانك كنت متراشع للرئاسة الجمهورية وفي ناس اديتك اسواتها عشان انا ضد الرئاسة وضد مبارك وضد الناس دي كلها اه ضد مبارك حضرتك اه ضد مبارك دلوقتي انت ضد مبارك مبارك رئيس ولا مبارك بتاع المخير يا انت مأيد الاخوان دلوقتي ده انت ربنا رياحنا انك مبايتش رئيس والله ده كانت عدي بقى ايام كوميدي جدا يعني تخيل الاطفال وهم واقفين في طبور المدارس بده ما يقولوا ياحيا الرئيس جمال عبد الناصر او انور السلام ياحيا ساعد الصغير يا رتاد ترالالا مزعر 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 منهزر السلام الجمهوري في المدارس ايه لا 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 واقفيني لان من بعد بحبك يا حمار بحبك احنا بنهزر احنا بنهزر استاذ طلعت من الموقف الجريئة اللي بحترمك فيها جدا هو موقفك ايام ثورة 25 يناير لما كان فيه لغبطة وانفلات السلوكي غريب وعدم احترام الرأي ولا ديمقراطية وكنت مصمم على رأيك اللي كان مخالف لقراء ناس كتير قوي حتى لو كان الواحد حسسها ما كانش بيقدر يقولها موقفك تغير اطلاقا لم يتغير الى الان لسه مؤيد لمحمد حسني مبارك انا لازال الرئيس بتاعي هو محمد حسني مبارك الى الان خالص خالص انا مش شايف رئيس غيره اول واحد تقول ان كان فيه تحرش قمدان التحرير وقعدوا يقولك ازاي بتقول كده وازاي مش عارف ايه بعدين 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 حصل 620 الف قضية تحرش مليون قضية تحرش لكن اللي بيغير موقفه برضو غريب يعني تغيير موقفك ده انا مش بيتهمك باي حاجة لكن انا اعرف لكن انا اعرف ان كان ليك موقف مخالف خالص كنت مؤيد للرئيس محمد حسني مبارك وكنت معايا انا في حديث في قناة المحور قلت ان انت بتحب الرايس ودلوقتي بتقول انك مؤيد الاخوان غريبة برضو تعلمتش يعني ان انا مانكرش انا قلت كده بس حاجة تعلمت غلط اما عرفت رئيس مرسي وعدت انا عانيت الحاجات اللي بيعملها كلها حبيته حبيته عارفة رئيس متواضع ينزل يجيب حاجة الحاجة بنفسه ايه كان بيجيب فول معك من العربية ايه كان بيجيب الحاجة بنفسه لا متواضع متواضع انا عابلته لا انا عايز عارف يعني ايه بينزل يجيب الحاجة بنفسه مش تنك زحرك كده فصالت في التجمع الخمس حاجة انا وفنان حمد هلال سلم علينا حاجة دي وازاي رئيس حضرك بقى انا سوريا حضرك كده بقى تحطه فوق دماغك عشان كده بص عشان حسن مبارك بيجيب بص طالت زكريه بقى حبيبه يا عم حسن مبارك مش عايزك تحبه هو انت كنت هتزود حاجة لحسن مبارك بص نعاد ثابت ازاي ثابت عن موقف انما انت متعرج ورده يعني شغل الافراح مأثر فيك جامد طب احنا معنا فيديو ممكن نشوفه مع بقى لساعده ولا المين بس ما علاقة محمد السبكي بالثورة بس ده سؤال بسأله لك وبسأله للسادة المشاهدين اللي بتفرجوا علينا ايه اللي دخل الثورة في افلام محمد السبكي ولماذا يدافع محمد السبكي عن الثورة الفيلم في المنديل طلب مني محمد السبكي ان احنا نحط صورة الرئيس السبك في اخر الفيلم قال لي لان رئيس طالما شاف فلم طبخ الرئيس اللي انت عملته وروحت عادت معاه واجابة هيتفرج على الفيلم ده كمان وكان فعلا الرئيس السبك فهو حط صورة الرئيس في اخر الفيلم من باب ان لو رئيس شاف الفيلم فجأة بعد الثورة لقيت ان شايل صورة الرئيس وحطت صورة شهداء 25 يناير في آخر الفيلم وأعلم في الجرائد أن أنا اللي كنت طالب أحط صورة الرئيس السابق في الفيلم وهو رفض تعليقك إيه بتعليقي؟ تعليقي إن أنا على كلام اللي أنا قلته ده ده أنا مش حدث يعني هو كان مختلف في الفيلم عشان صورة الرئيس تشالت وتحط 25 يناير يعني قد إيه محترم في موقفه وثابت إلى آخر تسقيقه أنا أقول رأي حضرك أما أقول رأي حاجك بتهجمني وبتعطي غلط فيني مش عاجمك مش عاجمك قول رأيك كموقات عادي ما تعملش أستاذ طب ماشا أستاذ قول رأيك كموقات عادي قطع تسكرة ودخلت أنا رأيه ما كانش فيه أصلا فيلم أنا عايز أقولك حاجة بقى أحدى بس يعني فيه الفيلم منديل دي لو أنت كنت عملت فيلم أيام الرئيس مبارك وطلبك إنك تقابله كنت عترفض لا طبعا مش هروح هتجري على أدك ورجليك لا 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 مش هروح ما تقوليش لا 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 ما تطبلش النظاب السابق ده خالص تطبل مين ده كنت عتطبل على أفاك ساعتا لأمروح أنا بحب الرئيس مورسي وبرضو أقول بحب الرئيس محمد مورسي يعني أنت بتنزل تأيد الرئيس عند جامعة رابعة العدوية وأعمل أغنية لرئيس محمد مورسي إن شاء الله تزيع إن شاء الله بإذن الله سد أبالله يكلوك عند رابعة العدوية لو روحت مش بيعتبروا خالص لأنت بتعملوا ده مثلا فيه حرمانية أو أي حاجة لا لا أنا بقول من وجهة نظرهم يعني لا ما فيش أي حاجة عادة ما كانوش قابلوني حضرتك وقعدوا معي وصلوا معي يا عم مالك أنت بالدين ومالك بالسياسة والصلاة فيها حاجة مالك يا عم مالك ومالك أنت ومالك إخوان المسلمين ما تخليك فعالك ما كلنا إخوان أنت حالك مش مسلم أنا مسلم يعني مسلم يعني إخوان مسلمين أنا كنت باريس جمهورية حضرتك أنا عارف كل حاجة أنت جاهل خلاصة الكلام أنت جاهل أنا كنت باريس جمهورية حضرتك رئيس جمهورية لو كنت ربنا كرمنا مجيعت كنت هديك شاقة وتوكتوك زي أي مواطن شاقة وتوكتوك أنا عايزة بس أسأل سؤال يا سعد أستطلعت أنا بس عايزة أقول لو بقى ده رئيس جمهوريتي أنا كموقفي حيبقى إيه كان هيبقى إيه موقف حضرتك طيب ممكن أطلع السؤال لحضرتك إحساسك إيه لو بقى رئيسك سعد الصغير تبقى مبسوطة طبعا وهحس بيها والغلبان لو سمعت ما تجاوبش حاضر فتنا أنا عايز من المرهم تجاوب حسب بقى أم صاحبي ولا لا يعني حيبقى فخر ليك إذا كنا إحنا منضرب على قفانة برد لوقتي عشان رئيسنا اسمه كذا وما لما هيبقى سعد الصغير هو مش بناة دم حضرتك أنا كنت أدي لكل مواطن شقة أو توك توك والله العظيم وهعالج الناس ببلاش أنت تعرف حضرتك لو كنت دخلت الرئاسة تعرف تجيب تلاتين ألف توكيل في يومين ما أنت عالك عشان تخش رئيس لازم ببعاك تلاتين ألف واحد ما حبايب أجل في شوبرا تروح تجامل أفراق طيب أنا طيب ده إذبات إن أنا حضرتك أنا موافقة برئيس جمهورية شوبرا إنما رئيس جمهورية مصر أنا عايزة سأسو النجومية هل بتتحدد بكمل فلوس؟ يعني سعد صغير رئيسي يعتبر راجل غني أجروا في النهار ده طالب أجر كبير جدا ما أعتقدش لا ما أعتقدش إحنا شعب يحب الهيسة وده ملك الهيسة أنا اتفرجت عليه كتير وهو بيغني يطلع فوق التربزات وهو بيغني يطلع فوق كتفه واحد اللي على كتفه راكب ست حامل تلعي فوق بطنها وهو بيغني يعني ما فيش ما فيش هيسة أكتر من كده ده كان طالع اسمه هيسة في الفيلم مش كان اسمك هيسة في الفيلم بس أنت بالرغم من الكلام ده اشتغلتوا مع بعض أنا كنت بقول جمل أكتر منه سأسطلعت في قصة الحياة الشعبي وكنت بدحك في قصة حياة الشعبي والصورة بتاعتي في البانر في العفيش أكبر منه سأسطلعت واسمي قبل لو سأسطلعت وفضل ربما سأسطلعت الفيلم اتناسب لي ان انا سعد صغيرت هادي كل الموضوع ففي حزازية فالناس ما تصدقش يا جماعة الناس تقوله أنا لو بطلع فوق تربيزة يعني ازاي يا غن واحدة عامر روح اطلع فوق بطنها دي ازايتي لا ده ما بالعاية لبرضو استلع لا لا وبقولش تشبيه يعني اه تشبيه ده كناية على انك بتتصرف تصرفات غير عارف كناية يعني ايه يعني تشبيه تشبيه ايه يعني استهار كناية يعني يعني وي كأنك ففرح بنت حرورك ربنا رب يخليها لك طبعا الله يخليك مستلة جميلة واحد طبعا ربنا رب تبقى نيه مصر مش هجيبك مش هجيبني عشان في حوامل كتير في الفرح هايبوا مش عايزينهم مش عايزينهم حبيبة ساعدة ساعدة تعتبروا رفسكم انكم مختلفين انا مش اكمل بعدي ساحلات لا لا ولا ما كامل والله ساعدة باصل لا لا بتعلم يا ساعدة والله خلاص باقي انت انا عشان يعني ما انكتش عالناس في الحلقة انتو مختلفين اصلا بقى بر البرنامج مفيش اي اختلاف لأ بحبه جدا هو عارف تحبين استلعات بس هو بيتدعي ان انا بحقد عليه انا ويتش بتحكد على استلعات انا ويتش حتى استلعات انت دخلتك للحلقة بس ما كتش صح يا ساعدة يعني كانت تخد كده بصراحة يعني تستفز اي حد وبعدين رجلة يا رجلة قدامي انا عدتها انا عدت رجلة انا عدت رجلة مكير وكوافر وحطة اسبرية على حطة دي بتعيرني عشان ما عنديش شاعر بتعيرني مع حطة بيوزبط لي الحطة دي والله العظيم معظي يا راجل ما جايز في يوم تبقى زحلة كده ما تلاقيش حدة اسبرية تتحط فيها بس انا عمري ما عرف اغلط حطة دي هو بص حطة دي انا قبل تصويرك اتقولك هساعد ينزل رجلك بس قلت سيبه شوي طب دي في حاجة انا رجل تعبان عام فاشفة لا 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 انت بس بتباين ان فيه جاز مشيك ماركة وبانطلوم من جنبكم من وكالة البلع بص حطاتك من الاخر عشان انا هتكلم بقى حطاتك هو الموضوع كله زيان بقولك حطة دي ازاي ساعد الصغير يركب على العفيش كست حي الشعبي هو فيها ايه لو حد اتكتب قبل حد او حد عين عنалы هو فيها كتير بالنسبة صلعة زكريansen ولم يققش حاجا يابنان ده مايعدرام ش خلاف ده ماييرا احتلاف لكن مايعملش خلاف كان هذرب من كل اساب أحشان قالك جملة براه لا اطلال بقى تلم الل Ka la dik على وشك بقى اطلال اما انا واضربش حد انا واضربش على حد وحاذاك وحاشتمك لو شتمت وضربتني اوز انا تحت امر حوديك لا متقوليش لو شتمتيني وضربتيني حضرتك انا عذره من كل سبع ازاي يعني يا فندم لو شتمتيني وضربتيني انا لمكن ارد على حضرتك يبقى منستفزينيش لا انا مستفزينيش بقول لشي حضرتك عشان ده ما يحصل لا حضرتك هم هعدفت بأي حاجة وهيبقى شكلك وحش لا فندم انت عش وانا أساس ابن كلب جزمة في الحكايات دي اقول الله العظيم هنا في حمار قوله بحبك يا حمار بقى تشكر أستاذ مش كنا أستاذ مش محتاج تعمل كده لاني ساعد صغير معانا في البرنامج وبيعمل فيك مقلب اتخيل انها هتمشي عليه نساعد صغير يتقالت عليه او يتنجم عليه او يعلى عنه ولكن هي رسالة اللي عايزين نقولها زي كل حلقة ان مش معنى ان احنا مختلفين ان يبقى بنا خلاف مش معنى ان حد يعلى عن حد او حد يتخيلنه حاجة يبقى ده برضو يعمل بنا خلاف برضو انا شايف انه كان صابور عليك جدا وان حواره كان مؤدب جدا لان لو نجم في حجمه سمع الكلام ده كان لازم يضربك بالكباية على طول فانا باحترم حدك ونفسي يبقى بنا حوار ونفسي نسمع بعض ونفسي نختلف ولكن ما يبقاش بنا خلاف شوفكو بكرة واصباح على خير شوفكو بنا خلاف 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 شوفكو بنا خلال